السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معكم مسحي براجب. اهلا بكم في سنة ربعة. نهاردة ان شاء الله والله نبدأ مع بعضنا بقى مراجعات ليلة الامتحان على مقررات شهر فبراير الترمي التاني عشرين اربعة وعشرين. والنهاردة معانا مراجعة المتميز مادة المهارات المهنية على مقررات فبراير الاعداد للاستاذ محمود سعيد. مراجعة قوية جدا جدا جدا. هنسيب لكم لينك المراجعة اسفل الفيديو. بذكركم يا ولاد ان احنا في وقت الامتحان بنزل مراجعات لجميع المواد. بنزل الامتحان متوقعة لجميع المواد. فتبعونا الفترة الجاية ودعمونا بلايك وشير الفيديوهات واشتراكوا في القناة. علشان نصلكم ان شاء الله كل جديد. اه المراجعة مهمة جدا يا ولاد بدأ باشرح وافي ومبسط لمنهج فبراير مدة المهارات. عندنا الموضوع الاول مسلا واجبة غزائية متوازنة. والموضوع التاني لعناصر الغزائية. طبعا شرحها جميل جدا بترى كده ايه مبسطة. عندنا موضوع تاية نظام غزائي صحي. وبعد كده آآ عندنا الطعام الغير صحي. بعد كده بقى بندخل علي بنك اسئلة المتميز على مقرار شهر فبراير. طبعا جابنا يا سئلة يا ولاد من اسئلة الوزارة. واختبارات المحافظات للاعوام السابقة. آآ نبدأ مراجعة آآ السؤال الاول. طبعا يا ولاد كمان في كمان نسخة مجابة بعد ايه? بنك الاسئلة ده. عشان نتضرب ايه في البيت بقى ونحل بعد الفيديو على طولنا نتضرب بقى ونتمرن. في يلا بنا نبدأ. يتمنى ننساش اللايك يا ولاد. السؤال الاول. اختر الاجابة الصحيحة مما بين الكوسين. واحد يجب ان تحتوي الواجبة الغذائية المتوازنة على خضروات ولا حبوب ولا هالف معا يعني يعني عايزين خضر وعايزين حبوب طبعا اتنين. الواجبة عشان تكون متوازنة يكون فقدر وحبوب. تجدوها في الحبوب والبطاطس والقرس. اللي موجود في الحبوب وبطاطس وارز. نشويات. ولا دهون ولا فيتامينات. طبعا في آآ الحبوب والبطاطس والارز في ايه ولا النشويات. كل مما يالي من الاغذية الصحية معادة. كل دي حاجات صحية معادة واحدة فيهم الصحية. الفاكهة صحية اصح. القدر صحية اه. طبعا تعمل دهنية. لا غير صحية. تناول الواجبات. تنول الواجبات نقط يسبب الشعر بالسعادة. ده وجبات ايه? المشوية ولا الصحية ولا السريعة? طبعا الواجبات السريعة يقول لابد دينا ايه? شعور بالسعادة. يعتبر العرز والبطاطس من سكريات نشويات فيتامينات. والرز والبطاطس سهولات. دول ايه? نشويات. ما احنا لسه لنا فوق. لسه لنا فوق دي. يمكن استبدال الواجبات السريعة بواجبات خفيفة صحية زي ايه? عزين واجبة خفيفة صحية بدل الواجبات السريعة. بطاطس مقلية ولا مشربات غازية ولا زورة المشوية? طبعا يوجد الزورة المشوية ايه جميلة جدا. وصحية. بيقول لي يوجد في اللحوم الحمراء. ويعتبر عنصرا مهمة للدم. اللي موجود في اللحمة الحمرة ويعتبر عنصر مهم للدم. ده حديد ولا كالسيم ولا كربوهايدرات. طبعا يولاد الحديد. اللي موجود في اللحوم الحمراء. وطبعا ده مهم لايه? للدم. لان بيحملها من الانمية. اللحمة الحمر اللي هي خلاص غريته محادث بيجيبها. كل مما يأتي. ان الاطعمة المناسبة للاطفال معادة. الحاجات الجاية دي كلها مناسبة لاطفال معادة واحدة. الفاكهة ولا الخضروات ولا اجابات السريعة طبعا وجابات السريعة. غير ملاقيمة تماما للاطفال. لبناء العنسجة وتجديد ما يتلف منها تحتاج اجسام نائلة. عشان نبني العنسجة. وانجدد ما يتلف منها. محتاجين الياف ولا بروتينات ولا فيتامينات. محتاجين اي اولاد? طبعا محتاجين اي بروتينات. تتوافر نقط. بشكل طبيعي في الفاكهة والعسل. اللي موجود في الفاكهة والعسل. الياف ام لحمة اعدنية ولا سكريات طبعا السكريات. نقط مهمة لعملية الهضم وضبط مساوى السكر في الدم. نقط مهمة لعملية الهضم وضبط مساوى السكر في الدم. الالياف اطعمها مقليوة لمشروبات الغازية طبعا ديولد الالياف. تحتاج الى نقط للحفاظ على صحة العظام والاسنان. محتاجين اي اولاد عشان نحفظ على صحة العظام والاسنان? محتاجين كالسيوم ولا حديد ولا سوديوم? طبعا احنا محتاجين كالسيوم عشان العظام والاسنان. من امثلة الاطعمة نقط. الوجبات التي تحتوي على قادر الكابيل من السكر والدهون. ايه? اللي فيها قادر الكابيل من السكر والدهون? ده اطعمها مسلوقة? ولا غير صحية? ولا مشوية طبعا اطعمها غير صحية. لان المسلوء والمشوي مفوش دهون. الوجبات نقط يتم تناولها عند الشعور بالجوع بين الوجبات. الوجبات نقط يتم تناولها عند الشعور بالجوع بين الوجبات. دي وجبات دهنية ولا الغزائية ولا خفيفة طبعا الوجبات الخفيفة. يحتوي الكشري على الارز ونقط والطماطم والبصل. في مكرونة? في بوكوليات? والالفة بمعنى? اه طبعا في مكرونة بوكوليات. اللي هو الحمص والا والعتس. لبوكوليات والمكرونة. للبقاء في صحة جيدة. تحتاج ممارسة الرياضة لمدة نقطة يوميا. عشان تبقى بصحة جيدة. ده مرس الرياضة اللي قديه كلهم. لمدة ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ساعات? طبعا لمدة على ساعة. نسبة الفيتامينات في الوجبات السريعة. الفيتامينات يولد في الوجبة السريعة. بتكون مرتفعة ولا كسفة ولا منخفضة طبعا منخفضة. تتحول الكربوهايدرات الى سكر جلوكوز وذلك اثناء عملية ايه? هضم ولا نوم ولا تنفس? طبعا اثناء عملية الايه ولا عملية الهضم. تحتوي الوجبات السريعة على كميات كبيرة من الفيتامينات ولا المعادن ولا الملح. الوجبات السريعة. فيها كميات كبيرة من ايه ولات. الوجبات السريعة. فيها فيتامينات ولا معادن ولا ملح. طبعا فيها ملح. شرب 8 اكواب من الملح يوميا يساعد على طارد نوعات من الجسم. شرب 8 اكواب من الملح يوميا من الماء سوري. 8 كبيات من المياه. بيترد ايه من الجسم ياولاد? الفيتامينات ولا البروتانات ولا السموم? طبعا شرب المياه يطرد السموم من من الجسم. عملية تبادر القراء والحجج. ده صراع منقشة مقاطعة دي منقشة. منقش بعض منبادر القراء والحجج. اسمها منقشة. يشكل الماء تقريبا نقط في المية من اجسامنا. اربعين خمسين ستين ستين. ستين في المية من جسمنا مية. كان سبعين زمان. من الأطعام التي تحتوي على البروتينات. الخضروات ولا المكسرات ولا الفكهة. طعام في بروتين. ده اخت دروة المكسرات ولا فكهة طبعا اي اولاد الفكهة. تعتبر اللحم والاسماك من الكربوهايدرات بروتينات ولا ملحمة ادنية طبعا دي اي برضو. الوجبات النوع تحتوي على كمير كبيرة من الدهون. ما شوية ولا مسلوقة. لا سريع. الوجبات السريعة. هي اللي فيها اي اولاد نوع. يمكن اضافة القليل من لرافع القيمة الغزائية للطعام المحشي. الدهون ولا الملح ولا اللحم المفروم. انضف الله يا اولاد اللحم المفروم. اضافة الكليم من اي اولاد? اللي هنضيف لحم مفروم عشان نرفع القيمة الغزائية للطعام اللي هو من المحشي. قال لك من العادات الغزائية السلبية تناول كميات كبيرة من الاطعمة. عادة غزائية سلبية. يعني حاجات مش كويسة. الاطعمة المشوية ولا المسلوقة للمقلية? طبعا المقلية. عشان بيبقى فيها رهون كتير. نقط من الاملاح المعدنية الضرورية. للمحافظة على صحة العزام ولا اسنان. نقط من الاملاح المعدنية الضرورية. للمحافظة على صحة العزام ولا الاسنان. ده يا ولاد الكالسيوم ولا الحديد ولا الفسفور. طبعا الكالسيوم في املحمة عدنيا تحفظ على صحة العظم والاسنان. فيتامين نقط يوجد في البيض والسمك ويساعد لتقوية النظر. فيتامين اي في البيض والسمك يا ولاد. دي ولا سي ولا اي طبعا فيتامين اي. يساعد نقط الجسم في التخلص من السموم. يساعد العصير ولا الماء ولا البروتين طبعا المياه يولاد السائلين ان هي ايه? هي بتطرة الاية السمو خارج الجسم. الاطعيمة نوعا تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن. اطعيمة مائلية فيها فيتامينات. والاطعيمة الفزة. والاطعيمة الصحية طبعا التعام الاولاد الصحي. فيه فيتامينات ومعادن. نوع تساعد على انتصاص الفيتامينات. نوع يجب ان تحتوي النظام او يحتوي النظام الغذية للطفل على مشروبات غذية دهون ولا خضروات طبعا لازم يكون فيها اولاد خضور كل مما يالي من الوجبات الخفيفة الصحية ما عارف حاجة صحية اللي جاي دول في موحدة مصصحية الترمس صحي البليلة صحية لكن بطاة اسمالية لا مش صحية يحتوي الترمس على نسبة عالية من بروتين دهون املاح طبعا الترمس في اولاد الترمس فيه بروتين الزرورة المشوية غنية بالالياف ومعادن كالسيوم واللابيوتاسيوم طبعا فيها اولاد معادن السؤال الثاني بقى في المراجعة السؤال الثاني يضع علامة صح او علامة خطأ من العبرات التالية بيقول لي ممارسة الرياضة يوميا يساعدنا على الحفاظ على صحيتنا طبعا صح واجبات السريعة تحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات واملاح ومعادن غلط حاجة غير صحية الحفاظ على صحتك يجب تناول اطعمة مليئة بالدهون غلط الدهون ايه خطر جدا على الجسم من الافضل تناول مشروبات غازية بدلا من المشروبات الطبيعية من الافضل تناول المشروبات الغازية لو بيبسهات بدلا من المشروبات الطبيعية افضل اللي بدي غلط ليكون يومك صحيا يفضل ومارسة الرياضة لمدة ساعة صح وبتقس المعليه من الوجبات الخفيفة الصحية لا ما الصحية ولا حاجة عشان فيها دهون تشمل الكربوهايدرات النشويات والسكريات والاملاح المعدنية غلط تناول المشروبات الغازية باستمرار مفيد جدا بصحة الاطفال غلط يحتاج الجسم من الاملاح المعدنية لبناء العنسجة وتجديد ما يتلف منها غلط يعتبر الكشر من الوجبات الغانية بالعنسجة الغازية صح يحتاج الجسم لفيتامينات المحافظة على مناعته ومقامة الامراض صح يجب علينا تناول الوجبات السريعة للحافظة على صحتنا غلط ليصن غير صحية ومضرة يساعد الماء الجسم على التخلص من السموم صح تحتوي المكسرات والزيتون والأسماك على دهون ضرر مكسرات والزيتون والأسماك على دهون ضرر غلط حاجات مفيدة جدا يمكن أن نجعل أطباك نصحية أقصر من خلال القيام بعد التغييرات البسطة عليها صح تعتبر الدهون من مصادر الحسر على الطاقة صح يحتوي النظام الغذائي الصح لأطفال على كسامنا الدهون غلط غضروات ليس من الضروري تناول الخدرات بشكل دولي لاح طبعا ضروري جدا هذه غلط من العادات الغذائية الإيجابية التقليل من كميات السكريات والدهون صح من أمسلات رتعام الصحية الحلويات ورتعام المالية بالزيت غلط يحتوي الترمس على نسبة عالية من الدهون الترمس فيها نسبة عالية من الدهون غلط تناول كميات كبيرة من الحلويات يساعد في تحقيق التوازن في طعامك غلط إن الأفضل أثناء مناقشة إقنع زملائك برايك بالقوة لا طبعا غلط مش حاجة أسمعه بالقوة يتقنح ما يقنعوك للألياف أهمية كبيرة في عمية الهضم وضبط المستوى السكر في الدم للألياف أهمية كبيرة في عمية الهضم وضبط السكر في الدم صح البليلة وحمص الشام من الوجبات السريعة الغير صحية لا طبعا وجبات صحية يحتاج لأطفال يا طعام غنيبين عاصر غذية صح دي أولاد البليلة حمص الشام من الوجبات السريعة غير الصحية غلط لأنها صحية غير صحية هي أصلا صحية يحتاج لأطفال لأطعام غنيبين عاصر غذية صح يجب أن يحتوي النظام الغذائي الصحي لأطفال على كسيم الدهون لا قولنا كسيم الخضروط لأطعام المقالية صحية أكثر من الأطعام المشوية لأطبعا المشوي يكون من أصح تتميز الملوخية بأنها من الوجبات المغزية والمجبعة معا صح الوجبات السريعة تحتوي على كمية كبيرة من السكر المضر لنا صح الزرور المشوية غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن صح لتناول الوجبات خفيفة صحية نستبدل بطلات المشوية بترسم مالية غرط مالية أصلا إيه غير صحية يجب أن تحتوي الوجب الغذائي المتوازنة على المشروبات المفيدة صح تحتوي الوجب الغذائي المتوازنة على الخضروات والحبوب صح يساعدنا شرب تمن أكواب من الماء النظيف يوميا على التخلص من السموم صح لا يعتبر الماء النظيف مهمة لأجسامنا لأه مهمة جدا لأنه بيترد السموم كربوهايدرات أحد العناصر الغذائية التي تتزويننا بالطاقة اللي بنحتاج لها صح بعد كده أولاد بيقول لي إيه آآ توجد الألياف في الحبوب والبقوليات والفواكه نجد الحديد في اللحم الحمراء والأسماك صح تجنب تناول المكسرات واللحم الخالية من الدهون بتأثرها السلبة على صحيحك تجنب تناول المكسرات مكسرات مفيدة واللحم الخالية من الدهون طبعا مفيدة تأثير سلبي تأثير إيجابي يبقى دي غلط لازم نتناول الحاجات دي لأنها مفيدة على الرغم من أضرير واجبات السريعة إلا أننا نفضل تناولها صح كده سنة رابعة احنا انتهينا في فضل الله من مراجعته تمتحان مادة مهارات مهنية على مقرر شهر فبراير التين متين عشرين ربعة وعشرين مراجعة المتميز مهمة جدا عندنا شرح منعك فبراير فيها بانك أسئلة غير مجاب وبعد كده عندنا الإجابات هنسيب لكم لينك المراجعة أسفل للفيديو يا ولاد ما تنسوشوا دعمونا بلايك واشترا الفيديو واشتراك في القناة ومتابعة لصفحة الفيس بوك ومسهبة راجعة واشتراكم إن شاء الله كل جديد بتمنىكم نجاح البروة والتوفيق بإذن الله يا ولاد انتظرون إن شاء الله مراجعات نهائية جميع المواد ومتحدة بتوقع جميع المواد من الصف الرابع لسنة الإعدادي في انتظار دعموكم المستمرية يا ولينا بتمنىكم نجاح البروة والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر